تصدف مملكة البحرين غدا تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أعمال الدورة الثانية للمنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة المنتدى تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا الإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتعاون مع جامعة الدول العربية تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر تستضيف مملكة البحرين في الفترة من الخامس إلى السابع من مايو الجاري أعمال الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا الإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع جامعة الدول العربية بمشاركة نحو 200 مشارك من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين وتأتي استضافة مملكة البحرين لفعاليات هذا المؤتمر الهام تقديرا لحضور المملكة الفاعل والاستراتيجي ضمن المنظومة العربية والدولية في مجال التنمية المستدامة بما لدى البحرين من تاريخ مشرف من الإنجازات الدولية على مستوى التنمية المستدامة أبرزها منح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة جائزة الأهداف الإنمائية للألفية من قبل منظمة الأمم المتحدة في العام 2010 تقديرا لإسهامات سموه في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وكذلك تخصيص سموه في عام 2007 جائزة خليفة بن سلمان للمستوطنات البشرية من أجل تمكين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من تنفيذ خطته الخاصة بالتنمية الحضرية المستدامة وخاصة في البلدان النامية وتعكس تلك الاستضافة ترجمة لتأكيدات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر المتواصلة بأن العمل الدولي المشترك يعد خيارا استراتيجيا لا يمكن التراجع عنه لتحقيق حياة أفضل للشعوب وستشمل أبرز فعاليات المنتدى تدشين تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لمملكة البحرين 2015 والذي يتضمن مستوى الإنجاز لكل هدف من الأهداف الإنمائية للألفية كما من المقرر أن يتطرق المنتدى إلى عدة موضوعات أهمها أبرز التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لسيما في ظل استمرار الصراعات في المنطقة العربية ترجمة نانسي قنقر